أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الحديد إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم قلئت إن المصدقين والمصدقات فإن كانت بهذا المعنى فقد جمعت الإيمان والإنفاق يعني إن المصدقين بالله والمصدقات بالله وأقرضوا الله فجمع ما جمعه أو ذكر ما جمعه في أول السورة وما لكم وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فهذه تأكيد لذلك المعنى الذي جاء في أول السورة وتردد في ثناياها وإن كانت معنى إن المصدقين والمصدقات فهي المصدق والمتصدق لكن أدغمت التاء في الصاد مثل ما أدغمت التاء في الزاي في قوله المزمل والتاء في الدال في المدثر ونحوها قال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا أي أنفقوا من أموالهم استجابة لأمر الله على وجه القرض يريدون بذلك أذم ثوبة عند الله عز وجل والله غني عنهم وعما عندهم قال وضاعفوا لهم أي جزاؤهم يكونوا بالضعف ليس عند الله جزاء بالنصف أو بالربع أو بالثلث كما هي أرباح العالم أرباح العالم الآن يقيسونها بعشرة بالمئة وإذا زادت ونمت عشرين في المئة وإذا كانت كثيرة وغريبة ومستنكرة صارت ثلاثين في المئة أما عند الله عز وجل فهي بالأضعاف الحسنة بعشرة أمثال إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك بها عند الله سبعمائة ناقة مخطومة الله أكبر ربح البيع والله قال الله عز وجل يضاعف لهم ولهم أجر كريم لهم عند الله أجر حسن جميل والكريم هو النفيس في بابه حتى الكريم في العباد هو ليس الذي يسخ بالمال الكريم هو النفيس العالي الغالي الرفيع القدر ولذلك يقال كريمة فلان كريمته يعني إما أن تكون عينه لأنها غالية عليه وإما أن تكون ابنته لغلائها عليه فلا يضعها إلا عند من يفق به والأحجار الكريمة هل هي الغنية؟ أو التي سخية؟ لا الكريم هو النفيس فلماذا سمي السخي كريما؟ لأن من يسخ بماله يكون رفيع القدر بين الناس فسمي كريما من هذا الباب قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدقون من هم الصدقون؟ أفضل تعريف لها هو قوله الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا جاء الوصف فالمراد به كماله يعني الذين آمنوا إيمانا تاما كاملا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم وصف الصديقية لأنهم صدقوا تصديقا تاما يستحقون معهم أن ينالوا الصديقية التي نالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذا صنف آخر من المؤمنين وهم الشهداء وهم دون الصديقين لهم أجرهم ونورهم أي لهم أجرهم عند الله بما بذلوا من أرواحهم ولهم نور عند الله عز وجل جزاء ما قدموا من العمل الجزيل العمل العظيم وهو أنهم بذلوا أنفسهم لله عز وجل هذا قول في الآية وهو أن الوقف يكون عند الصديقون ويبتدأ بالشهداء والقول الثاني والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء ثم يبدأ بقوله لهم أي للصديقين والشهداء أجرهم ونورهم والظاهر هو الأول بأن الجملة الأولى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون هذا صنف من المؤمنين والثاني والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وأما الصنف الثالث فهم الذين كفروا وكذبوا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ثم بيّن الله عز وجل حقيقة هذه الحياة لألا يغتر بها الناس ولألا يطمعوا فيها ويلهوا بها ويدعوا ما خلقوا من أجله فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذه الحياة التي ترغبون فيها لا تستحق لا تستحق هذا العناء ولا تستحق هذا الإكرام ولا تستحق ذلك التفرع وذلك الاهتمام الذي يبديه كثير من الناس بها فهو يعني ينشغل بها ويكثر فيها من التردد واللهوي واللعب والتزين حتى تشغله عن آخرته قال مبينا حقيقتها هي شيء فاني شيء زائل والشيء الزائل ما ينبغي للإنسان أن يتعب فيه وأن يتعنى له بل يكتفي منه بالقليل قال الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو اللهو يقول علماء ما كان في القلب واللعب ما كان في البدن قال الله عز وجل لاهية قلوبهم وأسر النجوة فنسب اللهو إلى القلوب لأن القلب يلهو أن يتشاغل وأما اللعب فهو بالأبدان وزينة أي هي شيء يتزين به الناس والعادة أن الزينة يعني شيء يكون ثم يزول وزينة وتفاخر بينكم غالب ما نحن فيه مما نركض له ونتعب فيه هو لأجل التفاخر فأنا الآن راتبي يكفيني خمسة آلاف ولا سبعة آلاف ولكني مع ذلك أرغب في أن يكون لمال أكثر حتى إذا جلست في المجالس يعني ذكرت بأن عندي من المال وعندي من الثروة وعندي من المجالس وعندي من البيوت وعندي من الاستراحات وعندي من السيارات وعندي من البساتين ولي من السفرات وعندي من الفنادق وعندي من المنشآت والأعمال وفاخر وهذه يا إخواني قد جبلت عليها النفوس لكن المؤمن ينبغي أن يكبح جماح نفسه ويجب تجد الأطفال يتمنون أن يكون عندهم أشياء حتى إذا جالسوا مع نظرائهم من الأطفال يقول عندنا كذا وعندنا كذا يفاخر يفاخرون بهذه الأشياء وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فتجد الناس إنما يريدون المكاثرة أنا أقول لكم يا إخواني مثال يعني يذكر بعض التجار يقول خمسين مليون تغطي جميع احتياجات الإنسان لو أراد أن يعيش خمسين عاما خمسين مليون تغطي جميع احتياجاته مع شهواته ومع ما يرغب فيه ومع جميع مأكلاته وما يحتاجه كافية طيب هؤلاء التجار الذين حصلوا خمسين مليار ومئة مليار ومع ذلك لا يتفرغون لصلاة ولا يؤدون زكاة ولا ينفقون في سبيل الله ماذا يريدون لكن كما قال الله عز وجل التكاثر آه فلان أكثر مني كيف أصير أكثر منه وما يزال يكاثر يكاثر حتى يكثر هذه الأصفار فتجعله هذه الأصفار صفرا يأتي إلى الله عز وجل وليس بيده عمله صالح قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث نزل فأعجب الكفار نباته إما أن يكون الكفار هم الزراع وإما أن يكون الكفار هم الكفار حقيقة أعجب بنباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما حقيقة الدنيا مثل حقيقة هذا الزرع الذي ترونه أو هذا الربيع الذي يكون عندما ينزل المطر تخضر منه الدنيا ثم بعد أيام إذا به ييبس ثم يكون هشيما ثم يسود ثم يطير في الهواء كذلك دنياكم فإياكم أن تغتروا بها صحيح أنكم تبقون ستين أو سبعين عاما وأنتم تمارسونها وتعالجونها لكنها هي بالمختصر هي نفس مدة خروج هذا الزرع بسبب المطر ثم تلاشيه وتحطمه وذهابه وفنائه فلا تغتروا بذلك الفاني قال الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ما عندكم إلا طريقان إما العذاب الشديد وإما المغفرة والرضوان فماذا أعددتم لاتقاء العذاب الشديد وماذا أعددتم للحصول على المغفرة والرضوان هذا سؤال يجب وليسأله كل إنسان النفس وهذا المال الذي بأيديكم وهذه الدنيا التي تمتعون بها يجب أن تستعدوا بها لهذين المصيرين العذاب الشديد أو المغفرة والرضوان قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور والمتاع يقال في الشيء الذي يستمتع به ثم يزول وهو يغر وهذه مصيبتها أنها تغر كم من إنسان غرت ثم تركت بعدما تركها أو طلقت قال الله عز وجل سابقوا هذا هو الحل أنت إنما خلقت لتسابق إلى تلك المغفرة والرضوان سابقوا إلى مغفرة من ربكم بأي شيء بالعمل بالإيمان والإنفاق سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض جنة عرضها كعرض السماء والأرض فإن قال إنسان إذا كان عرضها السماء والأرض فأين النار قلنا سبحان الله هل ما لله من المخلوقات إلا السماء والأرض عرضها السماء والأرض ليبين لك يعني سعتها وعظمها لكن لا ليقول لك إن خلق الله هو السماء والأرض خلق الله السماء والأرض وفوقهما عوالم لا يعلمها إلا الله ودونهما وبينهما قال الله عز وجل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أي هذه الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي لن تكسب هذا الإيمان ولن يقر في قلبك إلا بفضل الله فاسأل الله من فضله وإياك أن تعتمد على عقلك وذكائك فعامة أذكياء العالم يرديهم ذكاؤهم فلا يوصلهم إلى رضوان الله ولا إلى جنته لأنهم يعتمدون على الذكاء وينسون الفضل والله ما ينزل من خير إلا بفضل الله ولا يوقى الإنسان من شر إلا بفضل الله فاسأل الله الكريم من فضله قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه أي ما حلت مصيبة بأحد منكم في الأرض أو في أنفسكم إلا كانت تلك المصيبة قد كتبت في كتاب عند الله في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض وهذا أحد مراتب القدر لأن مراتب القدر أربعة العلم والمشيئة العلم والكتابة والمشيئة والخلقة فهذا أحد مراتب القدر قال ما أصاب من مصيبة ما وقعت مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إما أن نبرأ النفس أو أن نبرأ الخليقة أو أن نبرأها أي نبرأ المصيبة من قبل أن نقدر هذه المصيبة فهي مكتوبة في الأزل قال الله عز وجل إن ذلك على الله يسير إن كنتم تستعظمون ذلك وتقولون هل كل شيء يحدث ويكون قد كتب نقول نعم نقول هذا شيء عجيب الآن حركة يدي ولساني وشفتي مكتوبة في اللوح المحفوظ عند الله قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام نعم مكتوبة بكل دقائقها وتفاصيلها هذا شيء عظيم إن ذلك على الله يسير هذا الذي تستعظمه أنت وتراه شيئا هائلا وشيء يسير على الله عز وجل أول ما خلق الله القلم قال نعم اكتب فكتب مقادير الخلائق سبحان الله كتب كل شيء وهو موجود وينزل في كل سعام من ذلك اللوح ما سيكون في ذلك العام في ليلة القدر سميت ليلة القدر لأنه يعني يقدر فيها مقادير ذلك العام من شقاوة وسعادة وحياة وموت ورزق وفناء إلى آخره قال الله عز وجل إنما كان ذلك وبيناه لكم وأنه لا يقع شيء إلا وقد كتب وقدر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم لا تحزن على شيء قد فاتك هذا الذي فاتك قد كتب من زمان لا تظن أنه حصل بسبب فلان أو علان هو مكتوب وذلك المؤمن تجده يقال له احترق بيتك أو ذهبت سيارتك أو مات ولدك يقول إنا لله وإنا إذا رجعه ويعلم أن هذا مكتوب في الأزل لم يستجد شيء وهؤلاء الذين مثلا كانوا في الظاهر أسبابا في الحقيقة هم ليسوا إلا يعني طريق لقدر الله عز وجل قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم هذا الذي جاءك لا تظن أنه بكسبك وجدك ولا بقدرتك وإنما هو قدر الله فيك قال الله جل وعلا والله لا يحب كل مختال فخور هذا الذي يختال على العباد بمشيته وهيئته وبزته ويفخر عليهم بلسانه لا يحبه الله سبحانه وتعالى ثم لما الذي يدعوه إلى أن يختال والله هو الذي قدر ما هو فيه من الغنى ما هو فيه من النعمة ما الذي يدعوه إلى أن يختال أنت ما فيك من الغنى وما عندك من القوة كله من عند الله وبتقدير الله فما الذي يدعوك إلى أن تتكبر وأنت تعالى لا داعي لذلك أبدا قال الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قد يكون هذا شرحا لقوله لا يحب كل مختال فخور من هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال الله عز وجل والله لا يحب كل مختال فخور أي لا يحب ذلك المختال الذي يختال على العباد في مشيته وفي بزته وهيئته ويفخر عليهم بلسانه بل يجب على الإنسان إذا أنعم الله عز وجل أن يجعل مقابل النعمة شكرا وإذا ابتلي أن يجعل مكان النعمة مكان البلية صبرا هذا هو الواجب عليه لا أن يفخر على العباد ولا أن يختال عليهم ويتكبر كما أن الله إذا رزقك فإياك أن تبخل أو تأمر الناس بالبخل قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد أي الغني عن عباده وعن كل خلقه المحمود في أفعاله فحميد فعيل بمعنى مفعول أي محمود على كل أفعاله ليس كما يفعل كثير من الأغنياء تجدهم إذا جاءهم شيء من الغنى يعني بذروا المال وبددوه يمينا وشمالا فلا يحمدون لا في فقرهم ولا في غناهم أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الكامل الغنى المحمود في كل أفعاله جل وعلا ثم قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز يقرر الله عز وجل حقيقة عظيمة وهي أنه أرسل الرسل بالبينات يعني بالآيات الظاهرة والدلائل الباهرة والمعجزات التي لا تدع فرصة لأحد أن يشك في نبوة هؤلاء الأنبياء مثل العصى واليد والقرآن وإبراء الأكمى والأبرص وغيرها من العيات التي جعلها الله بأيدي أنبيائه ورسله قال وأنزلنا معهم الكتاب ما من نبي بعث إلا وقد جعل الله عز وجل معه كتابا إما أن يكون هذا الكتاب نزل عليه أو نزل على نبي قبله لكن الرسل أنزلت عليهم كتب كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب فالكتاب هنا اسم جنس يراد به الكتب قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي العدل ليقوم الناس بالقصد ليقوم الناس على الميزان والعدل وهذه الآية يستدل بها العلماء على القياس يقولون إن ما جاء في الشريعة إما شيء منصوص عليه في الكتاب أو شيء مقيس عليه وهذا هو الميزان وآيات القرآن جاءت بهذا تجد فيها ما هو نص على المسألة وفيها ما هو دليل عام يصلح لتلك المسألة المعينة ولنظائرها مما يمكن أن يقاس عليها قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب في سورة الشورى وهنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليزنوا هذه الأمور بما جاء في الكتاب قال ليقوم الناس بالقصد أي بالعدل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هذا هو الذي سميت به السورة إشارة إلى أن الله ما أنزل ما أنزل من هذه الكائنات التي بعيدين إلا لنستعملها في طاعته ونشكره بها قالوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب جعل الله الحديد محلا للنصرة لكن نصرة ماذا؟ نصرة الحق وهذه الآية يا إخواني نستدل بها على أنه ينبغي لأهل الإيمان أن يسابقوا إلى كل معطيات الحضارة التي ينتفع بها فيسبقوا إليها ويسخروها لخدمة الدين ولا يبقوا متفرجين جاء الإعلام وسكتنا استولى عليه المنافقون والليبراليون والعلمانيون واستولى عليه الكفار وصاروا يضلوننا في بيوتنا وفلت أبناؤنا وأهلونا منا وصر موقفنا موقف المتفرج يا أخي هذا الإعلام وسيلة أنصر به الدين الحديد وسيلة أنصر به الدين أنزل الله الحديد فيه بأس شديد وجعل فيه منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب والحق لا بد فيه من برهان ساطع وإيش؟ وسيف قاطع الحق الذي ما معه سيف يا إخواني يبقى ذليلا انظروا إلى الصحابة متى أسلم أكثرهم بعدما غلب رسول الله هل تغير في الحق الذي جاء به رسول الله شيء؟ يعني اللي دعا إليه هو في مكة غير اللي دعا إليه هو في المدينة؟ لا ولكن النفوس مجبولة على قبول الحق الذي معه قوة والآن ديننا هو هو الذي كان في عهد رسول الله ما الذي جعل الناس الآن يعرضون عنه وأهله يزهدون فيه لأنه ضعيف أو لأن أهله ضعاف ما نصروه بالقوة التي خلقها الله وأوجدها فيما خلق وأوجد من الكائنات فعلى المسلمين أن يقوموا جميعا وينصروا دينهم بما أتاح الله لهم من الموارد والمواد والكائنات ليتحقق بذلك أمر الله لأن أمر الله ما يتم إلا بحق برهان ساطع وسيف قاطع أما أن يكون يقوم بأحدهما دون الآخر لا نعم يؤذن بأحدهما عند حالة الضعف مثل في حالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يقوم بالحق بالبرهان والحجة فلما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الدولة نصر الحق بالحجة وبالقوة قال إن الله قوي عزيز الله سبحانه وتعالى قوي له القوة الكاملة وعزيز له المنع التامة لا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى أو يهزم جنده كما سيأتي في سورة المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا بعدما ذكر أنه أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان خصص فذكر نبيين كريمين عظيمين من نسلهما جاء الأنبياء كلهم فذكرهما مغرن عن ذكر جميع الأنبياء لأنه ما من نبي إلا وهو من ذرية نوح وما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم قال الله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب النبوة التي فضل من الله سبحانه وتعالى والكتاب الذي هو هدى من الله يهدي به الله من شاء من عباده والمقصود بالكتاب هنا الكتب لأن هذا اسم جنس فمنهم أي من هؤلاء الذين بعث فيهم هؤلاء الأمرياء مهتد وكثير منهم فاسقون كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا يعني أتبعناهم بأعداد كثيرة من الرسل وقفينا بعيسى بن مريم أي أتبعنا بعيسى بن مريم فهو آخر الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآتيناه الإنجيل جعلنا الإنجيل كتابا أنزل إليه عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها جعل الله في قلوب أتباع يسى الرأفة والرحمة وهذا ظاهر فإنك تجد أن الإسلام في النصارى أكثر من الإسلام في اليهود أو في الأمم الأخرى وهذا من وجود أصل الرحمة والرأفة في قلوبه ولكن إذا حصل لهم طغيان أو غير ذلك فهم كسائر البشر لكن عندما تقارنهم بغيرهم تجدهم أقرب من غيرهم قال رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها أي أمة عيسى أو أتباع عيسى جاءوا بالرهبانية والرهبانية هي التعبد أو الخلوص للتعبد والعبادة الكثيرة التي ألزموا بها أنفسهم ولم تكن لازمة لهم من عند الله كالانقطاع عن الزواج والبعد عن الناس والبقاء في الصوامع والزهد في الحياة وترك مباهجها تماما هذه الرهبانية هم جاءوا بها ما أنزلها الله على عيسى ولا أمرهم بها عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله نحن ما كتبناها عليهم لكنهم فعلوها يبتغون بها رضوان الله وما أصابوا ولذلك قال الله فما رعوها حق رعايتهم ما أدوها كما ينبغي أن تؤدى وكما التزموا على أنفسهم ولذلك قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم قال إلا ابتغاء رضوان الله أنهم قصدوا بذلك رضوان الله ويمكن أن يقال ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله قال الله عز وجل فما رعوها أي ما رعو هذه الرهبانية حق رعايتها قال الله جل وعلا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآن يبين أجر من آمن من أهل الكتاب ألم نقل لكم من هذه السورة في الإيمان والحث عليه والدلالة إليه وبيان فضله ودعوة الأمم إلى التسابق إليه قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون قد بيّن في سورة القصص أن الله عز وجل قد جعل لمن آمن من أهل الكتاب أجرين أولئك يؤتون أجرهم مرتين لماذا؟ لأنهم آمنوا بنبيهم ثم لما جاءتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بها فيؤتيهم الله أجرهم مرتين وهذا سيبين لنا كيف أن الله عز وجل يمتن على هذه الأمة حتى لا يتفوق عليها أحد فيقول جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله إيش يؤتكم كيف لين من رحمته لأن الصحابة قالوا كيف يكون النصارى واليهود خير منا ونحن الأمة المفضلة والخاتمة ونبينا هو النبي الكريم صاحب الفضل العظيم فالله عز وجل قال لهم يطمئنوا فأنتم ستؤتون أجركم مرتين يؤتكم كيف لين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وهو القرآن ولاحظوا أنه قال نورا ينور لكم الطريق وهذا النور قد جاء في أول السورة ذكره الله عز وجل في أول السورة في قوله إيش من يذكرني بالآية آمنوا بالله ورسوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحم وهنا قال ويجعل لكم نورا فتستنير به صدوركم تستنير به حياتكم وتبصرون به ما في قبوركم وما في آخرتكم ولذلك المؤمن هو الوحيد يا إخواني الذي يعرف ماذا سيستقبل الآن إذا ودعنا جنازة عارفين الآن ماذا سيجري معها والناس حوله في القبر قد غطوه ندري ما هو الذي يجري الآن والعالم كله لا يعلم إلا نحن الآن يأتيه ملكان منكران فضيعان فأحدهما يقال له منكر والثاني يقال له النكير فيقعدانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك ويجيب بالإجابة المعروفة إن كان من أهل الإيمان أو يقول ها ها لا أدري فيضرب بمرزبة من حديد فيغوص لها أيش سبعين أو كذا وكذا في الأرض نسأل الله العافية والسلامة ثم يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار ويقول الآن في هذه المقبرة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أو يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة هذا هو الوحيد المؤمن الذي يعرف ذلك لماذا؟ لأنه عنده نور يبصر به ما يشاهد وما هو غائب ما هو مدرك وما لا يدرك قال نورا تمشون به انتبه هذا النور ما هو في المسجد موضوع في رف من الرفوف نفتحه أحيانا فننظر إليه ثم نغلقه لا تمشون به أي تعملون به وتهتدون به وتهدون به عباد الله وإلا إيش فائدة النور واحد يقول عندي لمبات بالبيت طيب وينها حتى الآن في مكان مظلم قال لا أنا في البيت حل لمبات إيش الفائدة خل لمباتك عندك يا أخي ما نبغاه نبغى النور الذي يكون معك في كل مكان تهتدي به في كل موطن وتهدي به غيرك تمشون به كما قال في سورة الأنعام قال من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اسمعوا يا إخواني يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا والله لا يستويان ولذلك المقارنة الحقيقية بينما يكون له نور ويمشي به في الناس يتنقل بين الأحياء المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قال الله عز وجل ويغفر لكم يعطيكم من وراء ذلك المغفرة إذا أخطأتم أو حصل منكم ما حصل والله غفور الرحيم جمع لكم بين المغفرة والرحمة وقدم المغفرة لأن الرحمة لا تنال إلا بعد المغفرة فالله يغفر لكم ثم يعطيكم تلك الرحمة وهي الجنة قال لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله قال العلم معناها لألا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله يقولون إن لا تدخل في الكلام الذي يكون في أوله أو آخره جحد وتكون للتأكيد فقوله لألا يعلم أصلها ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله لأن الآية جاءت في المفاضلة بين هذه الأمة والأمة التي قبلها فبين الله أن الله يعطي من آمن بالله والتقى يعطيه كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس ويغفر له والله غفور رحيم ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى قالوا أن الفضل بيد الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهذه الأمة جاءت خاتمة وآخرة وعملها قليل لكن فضل الله عليها عظيم قد فضلها الله على من تقدمها من الأمم ولا أدل على ذلك من يوم الجمعة فإنه قد أخطأته أمتان قبلنا اليهود والنصارى لليهود السبت وللنصارى الأحد وقد خبأه الله لنا فجعل لنا يوم جمعة وهو اليوم الذي خلق فيه آدم وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة وهو اليوم الذي أهبط فيه آدم من الجنة إلى آخره أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم ولا أنسى أن أذكر هذا الحديث العظيم قال قول الله عز وجل نعم قول النبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل راجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولكن أجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما سبحان الله فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور ولهذا قال الله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نسأل الله الكريم من فضله وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر